في مقال لسموه بمناسبة إطلاق عام الخير أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإنسان لا يمكنه أن يشعر بالاكتفاء إلا عندما يبدأ بالعطاء وأشار سموه في مقاله إلى أن الخير كلمة سمعناها ورأيناها وعايشناها في زايد رحمه الله ونراها اليوم في أبنائه والخير الحقيقي وفي إحداث فرق في حياة الفرد والمجتمع ومسيرة الوطن مضيفا سموه نحن على مشارف عام جديد عام خير وبركة علينا جميعا بإذن الله عام يزيد فيه مجتمعنا تلاحما وتواصلا وتكاتفا ويرعى فيه الجميع الجميع ودعا سموه المؤسسات لتقديم مبادرات رائدة وفتح أبوابها أمام المتطوعين وترسيخ ثقافة التطوع وخدمة الوطن عبر المناهج والمدارس وفي الشباب وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تفاؤله بتغيير دائم في مجتمعنا مؤكدا سموه أن أعظم خير يمكنه أن يحدث في مجتمعنا مع نهاية عام الخير هو ترسيخ مبادئ الخير في نفوس أجلنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر